اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منذ 2017 لعدد ضحايا 300 ضحايا الحوار مع السلطة المحلية غير موجود الملف في القضاء بشقيه الجنحي الميداني الايقسمة واقف بلاستو لا جديدة على الاطلاق في الزيقة السكنية السواد التساء دلت ديرم كلها بقت بالفشل لس ما بغيش حلو المشكلة اصل المشكل من جاي هذه الزيقة السكنية في ملكية ثلاث شركاء سعوديين هاد الشركاء السعوديين حصلوا على الترخيص ديلة الزيقة السكنية في 2011 طبيعة حتى الزيقة السكنية مكيسورش بحدم وانما دينا انطيفة قيدة الشاركة مع مستثمير مغربي اللي هي شركة ديال الحرة بمعنى هما داخلين بالارض والمستثمير داخل بفلوسوك يجهز احنا النار جينا شرينا من المكتب البيع المفتوح فوق الزيقة السكنية اللي هو ديالس واعدة مكتب البيع اللي هو فوق العاقل شرينا منه شرينا على اساس حنا كنشرهم العاقل سواعدة لان هذاك مكتب ديال المياه فوق عاقار ديال الزيقة السكنية قالوا لنا راكم كنشروا مع السواعدة قلنا نعمل شركة ديال من؟ قالوا ان الشركة ديال السواعدة بدأت العاملية ديال الجهيز في 2017 غشت نفاجئة بان الزيقة السكنية تتوقف من اللي توقفت الزيقة السكنية دينا كنكتشف بان الزيقة السكنية هذاك المجهيز اللي اخدال فلوس ديالنار غير مغربي وبالتالي ما كيملكش عاقار وعاش يريك في البروجي وبان مال البروجيرا هم ثلاث شركة سعودية اضطرنا ندعوهم دعينا هذاك المستثمير المغربي هذاك المستثمير المغربي من 2018 الى الان وفي حالة فرار اخدال فلوس باع الشركة الواحد من الصاب باع الشركة الواحد من الصاب بسيفر ديالهم وعاود تسترجعها في لعب مرحاتين لمن اللاحقة وهو الان جوجهم في حالة فرار بمعنى الان الميل في الجوحي المالدي في محكامة ما زال في بلاستو مكين اي تقدم سيد في حالة فرار محكامي محكامي خيروا المحكامي في الغدي في محكامي في محكامي أخرج جديد أخرج من المياه والا ترجمة نانسي قنقر ناس رأى هنا ناس رأى هنا ناس رأى تسلفت الفلوس باش دفعتها في الزي أساكني ناس دفعت فلوس زيالها اخذتها من الليبون كريدي ودفعتها في كل مخلص 100% 150% 30% ومع ذلك ومع ذلك قد نسموش دي الحمد شكرا على المشاهدة اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك